طليق يفضح ويبتز طليقته بطريقة بشعة صور فاضحة مفبركة على مواقع التواصل الاجتماعي وابتزاز بعشرين ألف دولار كل هذا وأكثر تعرضت له أساً وفق حديثها والسبب دعوة نفقة رفعتها على طليقها فشن عليها الحرب مجرد أنه قمت دعوة نفقة أو الآدي على طليق دعوة نفقة ما عندي وياهم أي مشكلة يعني أشقاء طليقي ولا راحت لهم ولا أعرفهم ولا أعدي أي دعوة وياهم حتى طليقي ما عندي مشكلة وياه وإذا أصال لي سنتين آنيت أبتز بشدة الوسائل نزلت صوري على مواقع التواصل قاموا يسون حساب نوعية الصور وجه على وحدة عارية يسون حسابات وهمية يحشون حدش مو حلوية متابعين عساس آني يسألوهم هاي شنو يقول هذا حساب شخصي جديد موضوع الفلوس أول شي كانت خمس ملايين وبعقر دار المحكمة دخلت على القاضي قلت له أستاذ عني عقر دار المحكمة تعرضت للابتزاز أطلب شهادة المحامين كانوا موجودين أول شي كانت خمس ملايين بعدين صارت عشر ملايين هسا عشرين ألف دولار أسن تعيش وسط الرعب فالتهديدات تتوالى عليها من مجهولين يراقبونها وطليقها يستخدم نفوذه في كل مكان لمحاربتها كما تقول تنوح وتناشد لحمايتها وإنقاذها مع أطفالها الأثنين هذه المرأة اليتيمة والوحيدة لأمها تنتظر تدخل الجهات المعنية لأخذ حقها قصة مغيرة من قصص الابتزاز في العراق التي باتت تتزايد مؤخرا ومعها يبقى حق الرد في القضية مكفولا للجميع من العاصمة بغداد بدر الركاب التغيير